يعني الكلام حلو ان نادي الاهلي بيفكر في حاجة زي كده بس هل هيبقى ليه دور؟ هو دي بقى الهام خطالما ان انت اخترت العيب ومحتاج ان هو يرجع تاني دور بقى الفرصة كاملة لازم يبقى لازم يبتدي يتأقلم بسرعة لازم يبتدي يتمرن كويس لان خلاني اتكلم يا جماعة ان توجدك مع اي نادي تدريبات مختلفة تماماً عن تدريباتك مع نادي الاهلي تدريباتك مختلفة مع نادي الزمالك هي الاندية الجماهرية والاندية الكبيرة المستوى نفسه في التدريبات والفكر حتى والضغط الاعلام والضغط الجماهري مختلف عن اي نادي تاني هل احمد ياسر راهم برضو مجهز نفسه ان هو لما يرجع النادي الاهلي هيقدر يتحمل الضغط لان برضو ناس كثيرة جداً هتبقى بصاله هتشوفوا هل هو صفقة نجحة ولا صفقة هتبقى زيه زي اللي انضم قبل كده للنادي الاهلي وفي الاخر مش فالاهلي مبدئياً بشكل كبير جداً برضو خدعف تاخدوا بالكم ممكن يشارك مع النادي الاهلي وتقالك مقابل ضم عمر كمال عبد الواحد والاعلام بعد كاس العالم الاندية انا والله واحد من الناس باتمنى ان موضوع عمر كمال عبد الواحد ده ينتهي بقى يتقفل لان فيه ناس كثيرة جداً بتتكلم حتى لدرجة ان بقى لهم اسبوعين عمين يتكلموا في موضوع عمر كمال عبد الواحد ما عندهمش غيره فانا اتمنى ان الموضوع ده تقفل عشان خلاص القصة بقت منتشرة زي موضوع فتوح برضو انتشر في فترة كتيرة جداً كل حاجة اللي هالوقت بتاعها لان الكلام على عمر كمال عبد الواحد كلام كتير جداً عليه ويعني الموضوع بقى كتير فاتمنى ان خلاص انا مبسوط ان الموضوع ده انتعشان نقفل القصة بتاعت عمر كمال عبد الواحد ويتقال من خلال مصادرنا ان فيه كلام ان بعد المحبين للزمالك او بعد المتواجدين في ادارة نادي الزمالك ابتدى يبقى فيه مفاوضات مع كابتن كمال عبد الواحد وخلاص هو الولد خد قرار ان هو هيبقى متواجد في النادي الاهلي او خلاص بشكل رسمي عمر كمال عبد الواحد انضم النادي الاهلي اولا مبروك لي وهو من اللاعبة الكويسة لان كان فيه اختلفات كتير جداً على العمر وعى السن بس النادي الاهلي محتاج برضو في وقت في وقت زي محتاج لعيب كويس محتاج اللعيب كويسة محتاج لعيب عندها الامكانيات محتاج لعيب عندها الخبرات ما انت ما ينفعش تنزل بمعدل السن مرة واحدة ما انت كده هتوقع الفرقة فلازم يبقى فيه حد يشيل معك لازم يبقى فيه حد اسم تقيل جوه الملعب لازم يبقى فيه حد عنده الخبرات عمر كمال عبد الواحد من اللاعبة الكويسة من اللاعبة المميزة تقدر تستعين به في اكتر من كذا مركز لعب لعب شوكر زي ما بيتقال فخلاص كده بالنسبة لنا عمر كمال عبد الواحد هينتقل للناد الاهلي والاعلان ان شاء الله بعد كاس العالم للان داي وفيه برضه وافق الناد الاهلي على كل من خالد عبد فتاح الزر الايمان وكريم ندفت لعب الوصل لفريق مدرن فيوتشر من اجل ده مع عمر كمال عبد الواحد وخلاص يعني عمر كمال عبد الواحد خلاص انها كل شيء وتم التعاقد ورفض خلاص يعني خلاص رفض ان هو يبقى ينتقل للزمال وخلاص كده انتهاء رسمي يعني فيه كلام برضه على على محمد الشناوي لانا انا عارف انه ممكن التوقيت مش وقته بس ده كلام من خلال مصادرنا انه فيه كلام من نادي ضمق السعودي على يعني الكلام مع محمد الشناوي فيه بعض الوسطاء يتكلموا مع الشناوي ان هو ينضم الدور السعودي مع نادي ضمق يعني فبصراحة الشناوي تعمل باحترافية وخلاني نتكلم برضه ان هو اشتركوا في القناة